كل يوم أربع هو الاجتماع الأسبوعي للحكومة المصرية الوزراء كلهم مجتمعين يلتقوا برئيس مجلس الوزراء وده يعني تقليد منذ زمن أن يكون يوم الأربعاء هو اليوم المحدد للاجتماع الأسبوعي قانونياً وسياسياً الوزراء كميعاً يتضامنون في كل قرارتهم وبالتالي لو احنا بنتكلم في السياحة بتاع الصحة هيقول رأيه ولو بنتكلم في الساحة بتاع السياحة هيقول رأيه ولو بنتكلم في الإسكان الدخلية هيقول رأيها لأنه حكومة مكتملة ومكتمعة ومسؤولة مسؤولية تضامنية النهاردة بقى كان فيه لغة الأرقام يعني فيه أرقام احنا وصلنا لها رئيس الوزراء قال أنها رفعت للسيد رئيس الجمهورية يعني تمام يا فندم احنا فيه درجة معينة احنا فيه مكانة معينة وده مهم جدا طبعا هو الكلام اقتصاديا تقيل على المواطن اللي بيسمعوا دلوقتي لكن ببساطة شديدة جدا الحكومة قالت احنا كنا بنستلف عشان عندنا عجز عشان زي أي أسرة مصرية كده لو دخلنا ألف جنيه كنا بنصرف ألف ومتين تمام؟ احنا دخلنا بيبقى ألف جنيه بنصرف أقل من الألف جنيه دلوقتي فيما عادة الديون اللي كانت علينا يعني أنا أسرة مصرية دخلي ألف جنيه ومصاريف العادية كانت طول السنين اللي فاتوا ألف ومتين فبضطر كل شه أن أنا أستلف متين جنيه المتين جنيه دي أنا بسددها مثلا خمسين جنيه في الشه مية جنيه في الشه لو استثنينا الكلام ده من موازنة الحكومة يبقى احنا دلوقتي لأول مرة لأول مرة دخلنا بيبقى ألف بنصرف مثلا تسعمائة وخمسين طبعا ده مثال للأرقام عشان الناس تفهمنا وتعرف احنا وصلنا لإيه الكلام ده جماعة كنا بنستهدفه منذ زمن الكلام ده عملناه بصعوبة الصعوبة حضرتك اللي شفتها وحضرتك اللي عنيت منها بس أرجوك تعرف انه لو استمر هذا المعدل وهذا الأداء بهذا الشكل الاقتصاد والعلم بيقولوا ان احنا كده بنتقدم ما حلناش كل المشاكل لكن بمعدل الأداء ده بمعدل العمل ده بالأرقام دي يبقى احنا ماشيين خطوات لقدام مش بنرجع الوارد رئيس الوزراء النهار ده قال ان احنا شرفنا كمجموعة اقتصادية باللقاء الرئيس عفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤخرا مشيرا لأنه خلال اللقاء تم عرض نتائج العام المالي 2018-2019 يعني بيقولوا للرئيس والله ده كلام بقى مش مثلا وصف تخيلي لا دي أرقام محددة تعرض على رئيس الدولة منضبطة ومدققة قال الحمد لله نجحت الحكومة في تنفيذ البرامج الاقتصادية التي تبنتها في برنامجها اللي اعتمدوا البرلمان والوصول الى تحقيق المستهدفات من تلك البرامج الحكومة بتوقف قدام البرلمان قبل ما تبتدي الموازنة بتاعتها بتقول والله انا قررت اعمل واحد اتنين تلاتة اربعة لازم البرلمان يوافق عشان الحكومة تبدأ في الخطة دي بعد ما بتنتهي منها بتروح تعرض تاني على البرلمان وصلنا لايه وكنا في ايه ما طلبته الحكومة وما خططت له ووافق عليه البرلمان هي فاقت هذا الوصف وفاقت هذه الارقام قال ايه بقى رئيس الوزراء خلال الاجتماع قال انه لأول مرة يتم تحقيق فائد اولي بنسبة اتنين في المية وعجز كلي بنسبة تمانية واثنين من عشرة في المية رغم ان اللي كان مستهدف نسبة قدرها تمانية واربعة من عشرة في المية يعني احنا كنا بنقول لو وصلنا لتمانية واربعة من عشرة في المية عجزي بعملنا خطوة قدام احنا زدنا باثنين من عشرة في المية بقى التمانية واثنين من عشرة في المية قال ان الحكومة حققت افضل مما كان مستهدفا وتم اعتماده من جانب البرلمان قال كمان ان النتائج الايجابية تحققت بانخفاض معدل الدين العام بافضل مما كان مستهدف وفي الوقت نفسه قال ان نسبة النمو احنا كنا فاكرين خمسة وستة من عشرة لحد مبارح النهاردة قالوا خمسة وسبعة من عشرة في المية ليصبح في العام المالي بواجهة عام خمسة وستة من عشرة لكن هو بيقول بلغت نسبته خمسة وسبعة من عشرة كما أثبت الإحصاءات في أحدث تكرير اقتصادي انخفاض معدلات التدخم والبطالة الرئيس الوزراء قال ان الدولة مطالبة بسداد 160 مليار جنيه في موزنة العام المالي الجديد 19-20 للتأمينات والمعشاد بنسبة زيادة سنوية خمسة وسبعة من عشرة في المية ليه بيقول كده رئيس الوزارة لانه بيقولك انا اراعي البعد الاجتماعي يعني مش بس بعمل زيادة في معدلات النمو لا يقابلها بالتوازي زيادة في الدخل لكن هو بيقولك لا انا كأسليب اقتصادية وكحكومة انا كان عندي 1200 الحد الأدنى للدخل رفعته الالفين كان عندي معاشات كان عندي معاشات زادت خمسة وستة من عشرة عن الموازنة اللي فاتت يعني هو بيقول احنا ماشيين بالتوازي عشان نقدر اننا الى جانب طبعا البرامج التي خصصت للرعاية الاجتماعية ودي كمان بتاخد نسبة كبيرة في الموازنة موازنة ترجمة نانسي قنقر